السلام عليكم ورحبا بكم معي في حيثة جديدة فيديو جديدة ان شاء الله اليوم قد نديرو التتيمة ونشوفو ان شاء الله صفحة 129 و130 من الكتاب ديال المرشد في اللغة العربية ديال السنة الثالثة إذن نبدأ على بركة الله وصلنا للتمرين ديال انشطة الاستثمار تكون فيهم دروس ديال القواعد ديال العربية وتطبيقات ديالهم إذن أول سؤال أقرأ وألاحظ الكلمات التي وسطها ألف وأحب الذي حاك من القطن قميصا أحب الراعي الذي قاد قطيعه إلى المروج إذا جاء المساء عاد بالقطيع إلى الحظيرة إذن فهذه الجملة هذه كان هذه الكلمة اللي هي حاك فهذه الجملة كان قاد فهذه الجملة كان عاد وجاء إذن عادوا كلهم في الحقيقة أفعال ماشي كلمة هكو إنما أفعال بالضبط فعل والوسطة ديالها فيه ألف إذا تذكرتم زيان آخر مرة شفنا الفعل الميثال الفعل الميثال يعقلتم زيان آخر حاجة شفناها الدرس الفايت فيه الفعل الميثال هو الذي يبتدئ بالواو أو بالياء آخر فيديو كان ديال الأنشطة الإستثمار وشرحته فيه مزيان الفعل الميثال يبتدئ بالواو أو بالياء إذا لاحظتم زيان هذا في الوسط دياله كان ألف وعينوا الفعل في كل جملة من الجمل السابقة إذا الأفعال هم هذا هو كان أحبه ولكن اخترت أنا غير الأفعال لكي ينفيهم في الوسط الآلف حيث هم ليتهموني أحبه حتى هو رفعل حتى ما كتبتش هنا يرى حتى هو فعل ولكن كتبت هنا حاكة قادة جاء عادة لأنه السؤال ثالث ألاحظ الحرف الأوسط في كل فعل من الأفعال السابقة لكن الحرف الأوسط هو الألف أفعال جيدا عنده الألف في الوسط كيتسمى أجوث أنا فقط حبيت أنني نوري لكم نقول لكم أن هذا الفعل هذا اللي كيكون عنده ألف في الوسط كيتسمى فعل أجوث صفين؟ إذا اللحظوا مزين هذي الأفعال تيكون عنده الألف في الوسط ندوزوا هذو كلهم يدروس عادية أقرأ الجملتين وألاحظ الكلمتين مكتوبتين بالأحمر أحب الراعي الذي يقود قطيعه نشيطا أنهى النجار عمله مسرورا لمعرفة حالة الراعي وهو يقود قطيعه أطرح السؤال بكيف أحب الراعي الذي يقود قطيعه السؤال كيف يقود الراعي قطيعه إذن يقود الراعي قطيعه نشيطا هذا هو الجواب دي الكيف ودائما تيجي هو الجواب دي الكيف يجي اسم منصوب يعني يعدوا الفتحاتين أي يعني الحالة دي ذاك الفعل الحالة كيف يقود الراعي قطيعه يقود الراعي قطيعه نشيطا إذن هذا حال الحال دي الرعي كيف يجدير كيف الجواب دي كيف دائما تيكون حال حالة واحدة الحالة دي الكلمة اللي كتكون عندي اسمية وكيكون ديما عندها أردو البن عندها الفتحاتين هكا صفه؟ ما يمكنش نلقى عنده الدم ديما الفتحاتين الأخرى عودتني ولمعرفة حالة النجار بعد إنهاء عمله أطرح السؤال دائما بكيف كيف أنهى النجار عمله أنهى النجار عمله مسرورا يعني كيف كان النجار كان مسرورا احتهيال في الجواب دائما اسم عنده الفتحاتين الجواب دي الكيف دائما تيكون عبارة على اسم منصوب يعني عنده الفتحاتين وكيعبر على الحالة كيف أنهى النجار عمله أنهى النجار عمله مسرورا كيف يقود الراعي قطيعه يقود الراعي قطيعه نشيطا دائما الجواب كما قلت لكم تيكون اسم عنده الفتحاتين منصوب أركب جملتين أبرز فيهما ما يأتي كما في المثال هنا غدين فهمهم كيف رجعت أختي من الرحلة رجعت أختي من الرحلة مسرورة إذن الحالة دي الأختي كدير الحالة دي لا واشي مسرورة حزينة إذن الحالة دي الأختي مسرورة كيكي كل جواب كيف تستقبل خبر نجاحك استقبل خبر نجاحي مسرورا فرحا مبتهجا هذو كل هم كلمات كيصلحوا في الجواب دي الكيف كيف تستقبل خبر نجاحك كيف تستقبل خبر نجاحك استقبل خبر نجاحي فرحا مسرورا كيف يمارس النجار عمله يمارس النجار عمله مبتسما فرحا نشيطا هذو كل هم كلمات اللي ممكن نديروهم ها كيف ما قا استقبل خبر نجاحي فرحا يعني الحالة دي لي وأنا كنستقبل خبر دي النجاح دي لي أكيد لاشي واحد نجح فهو كيستقبل هذا الخبر بكل فرح فرحا يمارس النجار عمله نشيطا يعني بنشاط كيكون نشيط تمنى أنه يكون فهم راكين انتمنى انخرين ان شاء الله غادي نديرو باش نفهموه أكثر التطبيقات أضع العلامة أسفل الفعل الذي وسطه ألف أخذ جاء نام سأل شكون في هاد الأفعال لديه ألف في الوسط ماشي همزة ألف راكين الفرق ما بين الألف وما بين الهمزة أخذ خلاص راكين الهمزة في اللول ما نديرو علامة جاء نعم حينت هو الألف في الوسط نام حينت هو نعم حينت كان الألف في الوسط سألة لا علاش حينت هذا عنده همزة الله يردع لكم ردهم عيال بار كيف رق ما بين الألف وما بين الهمزة هذا راك ماشي ألف علاش هذه راك همزة لك تكون هنا الهمزة راك ماشي ألف الألف كيكون بحده كواقف ما فيه الهمزة للتحاجة ثانيا أحاول الأفعال الآتية حسب الضمائر الفعل قال مال خاف كلهم أفعال لديها ألف في الوسط يلا ديروا معيات تحويل ديما كما كان قول لكم ديروا محاولهم بعد ديروا معيات صحيح أنا قلت أنت قلت أنتما قلتما أنتنا قلتنا هلنا قلنا أنا ملت أنت ملت هما مالا هي مالت أنتم ملتم أنا خفت أنت خفت أنت خفت هم خافوا نحن خفنا إذن هاني قلتهم لكم دابا كلهم حاولوا تكتبوهم بعد رجعون ديروا تحيح إذن هذا هو التحيح أنا قلت أنت قلت أنتما قلتما أنتنا قلتنا هن قلنا أنا ملت أنت ملت هما مالا هي مالت أنتم ملتم أنا خفت أنت خفت أنت خفت هم خافوا نحن خفنا لأن هذا هو التحيح لهذه الجدول نمر تمرير رقم ثلاثة أضع كل كلمة في مكانها المناسب مبتسما مفتحة مسرورا تنظر هذا يجاوب عليه ضغي ضغي يذهب الفلاح إلى الحقل ممكن ندر مبتسما ممكن نقوله مسرورا كيف كيف النجار ينشر الخشبة مبتسما ولا مسرورا شممت الأزهار مفتحة هذه البحدة اللي ستكون هنا عندما الأزهار مؤنث وهذه الكلمة مؤنثة يعني ستكون تأنيث مع التأنيث يذهب الفلاح إلى الحقل مسرورا النجار ينشر الخشبة مبتسما شممت الأزهار مفتحة لأنه هذه مؤنث نمر إلى الإملاع أتلفظ الأسماء المكتوبة بالأحمر وألاحظ كيف كتبت أتلفظ يعني أقرأ أحب الفلاحين الذين يفلحون الأرض الفلاحات اللوات والللات لاحظوا مزيان هنا نخطي يعني كيف كيف يشاركنا في أعمال الفلاحة يشاركنا في أعمال الفلاحة إذن ما الفرق بين اللذين اللوات اللذين اللات وحل حاجة أخصة نعرفها هو أن اللوات واللات كيف كيف ما بينهم تشي فرق يا اللوات واللات بزوج بهم كيدرون نفس الدور اللذين تلقصدوا به الجمع المذكر الجمع المذكر مثلا نهضروا على المذكر والجمع يعني بزاف ديال المذكر مثلا نعطيكم مثال اللاعبون اللذين يسجلون الأهداف اللوات واللات كيف كيف يعني نختاروا اللي بغينا فيهم نعندهم نفس المعنى وبزوج بهم تصلاحوا الجمع المؤنث الجمع المؤنث يعني بزاف تاعة المؤنث الإينات الإينات بزاف تاعة الجمع بلتي اللاتي اللواتي بحالة هن اللواتي بعطكم مثال يربين الأطفال طبق هذا أضع في الفراغي الكلمة المناسبة اللذين طبق البلاد طبق البلاد الفلاحون هم الذين يزرعون الأرض الأمهات هن اللواتي وللاتي كيف كيف يربينا الأطفال الخياطات هن اللاتي وللواتي كيف كيف ولكن النجارون هم الذين يصنعون المقاعدة إذن الفلاحون والنجارون ضروري يقدرون الذين لأنهما أشنهما جمع مذكر كنقول هذا فلاحون هذا نجار ولكن الأمهات الخياطات يقدرون يقدرون اللاتي يقدرون اللواتي لأنه كنقول هذه الأم يعني مؤنث أو هذه الخياطات إذن مؤنث سؤال الثاني آتي بجمال تتضمن الذين اللواتي الذين اللواتي كني بزفتع جمال مثلا أنا أقول لكم هنا الجنود الذين يحمون بلادنا الجنود الذين يحمون بلادنا أو الجنود هم الذين الجنود هم الذين يحمون بلادنا المعلمات هن اللواتي يربين الأجيال المعلمات اللواتي وربينا الأجيال دغرك أمثلة ممكن تدرون أنتم أمثلة أخرين جمال أخرين فيهم اللذين ولا اللواتي ولا اللاتي المهم وأن اللذين كندروها مع الجمع المذكار اللواتي واللاتي كندروها مع الجمع المؤنات أتمنى أنه يكون واضح واستفدتم من الفيديو تلقى إن شاء الله باش نشوفو هاد الفيديو هادي كنت غادين نحط لكم ديال الصفحة 123 من بعد لقيت أنه من تقريبا هما نفس الموضع 123 و131 نفس الموضع متكامل باش ندروه في واحد الفيديو واحد واحد الحصة ونفهمو فيها زمان شنو غادي ندروه بمرة صفح؟ ايوه إن شاء الله نتلقى في الفيديو اللي جاي بلا ما نزيد نطور عليكم نقول لكم إلى اللقاء